موسيقى الرابعة عصرم بتوقيت القاهرة الثانية بتوقيت جرينتش موعد فانوراما إخبارية شاملة تأتيكم من النيل أهلا بكم إليكم العنوين الحريري يكشف عن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية لتلبية مطالب المتظاهرين في لبنان موسيقى خلال استقباله رئيس الوزراء الكويتية الرئيس السيسي يتسلم رسالة من أمير الكويت موسيقى الحكومة السودانية والجبهة الثورية يوقعان على وثيقة إعلان سياسي موسيقى أهلا بكم أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إقرار مشروع الموازنة العامة للبلاد للعام المقبل 2020 دون أية أعباء ضريبية جديدة كشف الحريري أن مشروع الموازنة يشمل حزمة إصلاحات مالية واقتصادية وإدارية لتلبية مطالب المتظاهرين الاقتصادية والاجتماعية هالمهلة أعطيتها للشركة بالحكومة ليمشي لحد الأدنى من الإجراءات الضرورية والمطلوبة من سنتين هالإجراءات مشيت منها بالموازنة يلي قررينيها اليوم ومنها إجراءات أخدناها من خارج الموازنة رح أذكر بعضها واحد الموازنة بعجز 0.6 وما فيها أي ضرائب جديدة أو إضافية على الناس 2. القطاع المصرفي ومصرف لبنان بيساهموا بخفض العجز 5100 مليار ليرة خلال 2020 ومن ضمن زيادة الضريبة على أرباح المصارف 3. خفض 50% من رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين 4. خفض موازنات مجلس الماء والإعمار وصندوق المهجرين ومجلس الجنوب بنسبة 70% 5. خفض 1000 مليار ليرة من عجز الكهرباء 6. إقرار مشروع قانون العفو العام قبل آخر السنة الحالية 7. إقرار ضمان الشيخوخة قبل آخر السنة الحالية 8. مليار ليرة إضافية لبرنامج دعم الأسر الأكثر ثقرا 7. وشدد رئيس الحكومة سعد الحريري على أحقية مطالب المتظاهرين في الساحات والميادين 8. وأنه لم يكن يمكن التوصل إلى هذه القرارات وغيرها إلا عبر هذا التحرك الشعبي 9. وأكد الحريري على أن الدولة من واجبها حماية المتظاهرين 10. وأن الاحتجاجات في أرجاء البلاد استعادت الهوية الوطنية اللبنانية وكسرت الحواجز الطائفية 10. أنتوا البوصلي وأنتوا يلي حركتوا مجلس الوزراء وتحرككم بكل صراحة 11. هو يلي وصل للقرارات يلي شفتوها اليوم 11. أنا من موقع مسؤوليتي عملت يلي شفتوه من ثلاثة أيام لهلأ 12. أنتوا بالشارع عم بتطالبوا بكرامتكن 12. بكرامتكن الوطنية والفردية 12. بفرص عمل وخدمات أساسية وضمان وأمان 13. وإحترام 14. ولازم تعرفوا أن صوتكم مسموع 14. وإذا كانت الانتخابات النيابية المبكرة هي مطلبكم 15. ليكون صوتكم هو وحده 15. يلي بيقرر فأنا أسعد الحريري شخصيا معكم بهالمطلب 15. من موقع مسؤوليتي يلي عملته بمجلس الوزراء اليوم خطوة أولى 16. مين ما كان بالمسؤولية ما عنده خيار إلا يعملها 16. لكن لازم تعرفوا أنه يلي عملتوه أنتوا 17. كسر كل الحواجز وهز كل الأحزاب والطيارات والقيادات 17. وأهم حاجز انكسر هو حاجز الولاء الطائف الأعمى 17. انت رجعت الهوية الوطنية اللبنانية لمكانها الصحيح 18. أعلنت رئاسة اللبنانية موافقة الحكومة على قائمة الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة 19. مشيرة إلى أنها لازالت تناقش النقطة الأخيرة المتعلقة بقطاع الكهرباء 20. واجتمعت الحكومة للموافقة على حزمة إصلاحية من بينها خفض رواتب الوزراء إلى النصف 21. في محاولة لنزع فتيل أكبر احتجاجات ضد النخبة الحاكمة منذ عقود 21. ويعد إصلاح قطاع الكهرباء من أهم القضايا التي تعكف الحكومة على معالجتها 22. وللمزيد من المتابعين ضم إلينا هاتفيا السيد خليل فليحان المحلل السياسي والصحفي بجريدة الشرق الأوسط 22. بعد التحية ما هو المتوقع برأيك لتطورات الأوضاع للساحة اللبنانية خاصة بعد إقرار سعد الحريري لهذه الحزمة من الإصلاحات 22. للأسف إن المتظاهرين والمتظاهرات في ساحات بيهود والمناطق لاقت ربدا لهذه المقررات وقلت 23. بالحكومة اللبنانية التي تكسر من الوعود ويعني لا تطبق هذه الوعود 24. المشكلة الآن كيف يمكن إنهاء هذه التجمعات والتظاهرات التي تكلت البلاد 24. يعني أنت تعلمين لا مدارس لا جامعات لا مصارف 25. المسألة أصبحت تضايق المواطن في عيشه اليومي 26. لكن المتظاهرين يرفضون أو رفضوا المقررات الكثيرة التي تجاوبت مع مصالف 26. المتظاهرين وخفضت الكثير من المصاريف كتخصيد معاشات الوزراء والنواب والسندين التي تعطى للمواطنين كمجل جنوب 27. وإلغاء وزارة الإعلام ويعني الكثير الكثير من المطالب التي يطالبون بها 27. لكن المشكلة الآن بقيت أنهم يريدون إسقاط الحكومة تشكيل حكومة جديدة 27. هذه المطالبة لا أراها واقعية ومسيقية 27. صحيح أن الخمسة أيام من التظاهر حرشت الحكومة وأدت إلى ما أدت إليه 27. لا يمكن الاستهانة بها 28. لكن استمرار 28. نعم ولكن سيد خليل هذه الحزمة من الإجراءات الإصلاحية لا ترقى إلى مستوى تطلعات الشارع اللبناني 28. أم أن مطلب حل هذه الحكومة هو أصبح المطلب الآن المطروح من الشارع 29. يعني علينا الترويذ وأنه إذا طالب الكثير من العاصلين عن العمل أن يعملوا 29. هل يمكن للحكومة أن تجد وظائف لهم الآن؟ 30. لقد ربطوا كل إصلاح بمهلة زمنية 30. إذا على المتظاهرين أتفهم لما يجري لا يمكن تبديل الأمور بخمسة أيام 30. هذه أمور متراكمة منذ أشهر منذ سنوات 31. واعترف بها الحريري أنه عجز منذ ثلاث سنوات عن إخناع الوزراء بالقوة السياسية 31. خاصة القوة السياسية التي تهيمن على القرار في مجلس وزراء كفيار الوطني الحر 31. يعني الذي يرأسه وزير الخارجية وهو فيار أدى برئيس الجمهورية إلى سدة الرئاسة 31. لا يمكن اتداع واشتراح العجائب المتظاهرون في كل لبنان انتفاضة شعبية حقيقية لا أحد يمكن أن يمش بخصية لها 31. لكن تشتقر إلى قيادة 31. قيادة تتكلم بإسمهم 31. تعصي طلباتهم تردوا على الحكومة والحكومة تردوا عليها 31. ولكن ماذا عن الشارع سيد خليل؟ هل هناك ردود أفعال على هذا التطور بإعلان هذه الحزمة من الإصلاحات؟ 32. هل هناك استجابة من البعض أم أن العدد المتواجد في الشوارع على ما هو عليه؟ 33. حتى الآن كل ما نسمع ونشاهد أعلمين أن الأقنية اللبنانية تستفتر وتستوضح من المتظاهرين والمتظاهرات 34. يعني رأيهم بهذه المقررات 35. كلهم رافضون لهذه المقررات ويرجون إتقاط الحكومة 36. إتقاط حكومة يعني إبقاء البلد في فراغ 36. يعني لا يمكن ترك البلد أن يقع في فراغ 37. إذا كانوا حقيقة يريدون أشياء عملية تطبيقية عليهم أن يفكلوا قيادة 37. تقود هذه المتجمعات الشعبية الرائعة 38. التي تحصل لأول مرة في تاريخ لبنان 38. بهذا الشكل الذي أذاب الطائفية وأذاب الأحزاب والطيارات 38. ورفعوا فخد العلم اللبناني عليهم أن يترون عليهم أن 38. يشكلوا قيادة وأن يقابلوا الحكومة بمطالبهم 39. وهذه ستكون الأمور وإلا اتخالت الحكومة وإتخال الرئيس جمهورية 40. والبلد سيقع بفراغ 39. نعم وضحت الصورة السيد خليل فليحان المحلل السياسي والصحفي بجريدة الشرق الأوسط شكرا جزيلا لك 40. أكد رئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تطوير التعاون مع الكويت على شتى الأصعيدة 40. مشيدا بمتانة وقوة العلاقات المصرية الكويتية 40. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس للشيخ جابر المبارك الحمد رئيس مجلس الوزراء الكويتي صباح اليوم 41. كما سلم سمو الشيخ جابر الصباح الرئيس السيسي رسالة خطية من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت 42. تضمنت نقل التحيات فضلا عن التطرق إلى سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين 42. وللمتابعة ينضم إلينا علاء رشوان موفد النيل إلى رئاسة الجمهورية 43. علاء ما هي أهم الملفات التي عقدت أو نقشها لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ جابر المبارك 43. زيارة لرئيس الوزراء الكويتي تأتي بعد الزيارة الناجحة التي حكمت بها سيد الرئيس إلى الكويتي 43. في غصص الماضي والبناء على النتائج التي تحققت من هذه الزيارة بطبيعة الأحوال 44. الزيارة تعرضت بجملة من الموضوعات والقضايا على رأسها قضايا التعاون 44. الثنائي المتحد بين الدولتين في ظل التعاون التجاري والاستثماري 45. الزيارة الذي أحرض تطورا من كبيرا في السنوات الماضية 45. الكويتي أحد أهم الشركاء التنموين العرب في مصر 45. في مجالات التنمية المستدامة ومجالات العمران والبنية التحتية 46. في هذا الاجتماع قدم رئيس الوزراء الكويتي رسالة خطية من سباو الأمير أمير دولة الكويتي شيخ حمد أحمد الجابر الصباح 47. تضمنت التأكيد على أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين وبين الشعبين الشقيقين 47. وأيضا بحثت هذه الرسالة جملة من التطورات في المنطقة 48. والتأكيد على الدور الهام والرياضي والمحوري الذي تلعبه 49. لحل حالة هجي الأجمال التي تشهد بعض دول المنطقة 49. زيارة المسئولة الكويتي تستمر لمدة يومين 50. يلتقي خلالها برئيس الوزراء المنطرية 50. دول مستطمى الدولي بالفعل تم هذا اللقاء 50. وفي هذا اللقاء شاهدنا توقيع مذكرة 50. لتفاهم بقيمة مليار دولار بين الصندوقين 50. الصندوق السيادة الكويتي والمسرية 50. دفع عمليات التنمية في منطقة سيناء 50. ورئيس الوزراء الكويتي يأتي بطبيعة الحوال على رأس وفد 50. رفيع المستوى من الرجال المال والأعمال والاستصادين 50. بحث سبل التعاون بين البلدين في جفة الأصعادة 50. خاصة في المجالات الاستصادية والاستثمارية 50. هذه الزيارة أيضا فاة ترسيخا من الأخوة وعلاقات الأخوة والتعاون 50. التي تجمع بين مصر والخويتي في عقود 51. واستبني على ما تحقق من نجاحات خلال هذه العقود بين مصر والخويتي 51. كثير من القضايا 51. سواء فيما تعلق به قضايا التعاون السنائي على كافة الأصعادة 51. أو فيما تعلق به قضايا المنطقة 52. شكرا جزيلا علاء رشوان موفا دينيل إلى رئاسة الجمهورية 52. كما عقد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي 53. جلسة مباحثة ثنائية وموسعة 54. مع نظيره الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد 54. الذي بدأ زيارة رسمية لمصر على رأس وفد رفع المستوى 55. يضم عددا من الوزراء والمسؤولين إلى جانب رجال أعمال 55. تأتي زيارة رئيس الوزراء الكويتي 56. تأكيدا لما تتمتع به العلاقات المصرية الكويتية 56. من روابط وثيقة وتاريخية بين البلدين والشعبين 57. حيث تشهد العلاقات الثنائية تناميا ملحوظا خلال هذه المرحلة 58. تتناول الزيارة سبول دعم وتعزيز أوجه التعاون المشتركة في مختلف المجالات 59. وبحث تطورات الأوضاع على سحتين الإقليمية والدولية 60. والقضايا ذات الاهتمام المشترك 61. كما سيتم خلالها التوقيع على عدد من اتفاقات التعاون المشترك بين البلدين 61. تحتفل القوات المسلحة 62. لحاب العيد الثاني والخمسين للقوات البحرية والذي يتواكب مع الدور البطولي لرجال البحرية المصرية في إغراق المدمرة إيلات في عام 1967 وتنفيذ العديد من البطولات خلال معارك الاستنزاف وحرب أكتوبر 62. من جانبه أكد قائد القوات البحرية الفريق أحمد خالد حسن أن البحرية المصرية تمارس مهامها بكل حزم لحماية سواحل مصر ومياهها الإقليمية 62. حماية السواحل المصرية واجبهم ومهمتهم 63. إنهم رجال البحرية المصرية 64. قماة المياه الإقليمية على كافة المحاور الاستراتيجية 64. أكد الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية 64. أن البحرية المصرية بما تملكه من تدريب جاد ووحدات وأسلحة بحرية مطورة تمارس مهامها بكل حزم لحماية سواحل مصر ومياهها الإقليمية 64. وتأمين الأهداف الاقتصادية وفرض قوانين الدولة بالبحر 64. واخترام السيادة المصرية في المياه الإقليمية والاقتصادية بالإضافة إلى دورها في عمليات مكافحة الإرهاب 65. جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقد بمناسبة الاحتفال بالعيد الثاني والخمسين للقوات البحرية 65. والذي يتوكب مع الدور البطولي لرجال البحرية المصرية في إغراق المدمرة إيلات عام 1967 67. وتنفيذ العديد من الأعمال البطولية خلال معارك الاستنزاف وحرب أكتوبر 65. نحتفل في هذا اليوم العظيم من أيام قواتنا البحرية المجيدة بكل الفخر والاعتزاز 65. بالذكرى الثانية والخمسين الانتصار مبين في وقت حارج دقيق وهو ليس انتصار يخص البحرية المصرية وحدها 65. فملحمة الفخر التي تحققت يوم الحادي والعشرون من أكتوبر عام 1967 67. لم تكن أحد أعظم انتصارات في التاريخ البحري الحنيس وأول معركة صواريخ بحرية في تاريخ الإنسانية في حزب 68. جاء هذا النصر بمثابة شعاع من النور في وسط ظلام دامس أحيت في قلوب رجال القوات المسلحة المصرية والشعب المصري العظيم 69. الأمل نحو كسر قيود الاحتلال والظلم وتحرير الأرض ورد الاعتبار 69. كانت دعاء من النصر في هذه المعركة التاريخية التي حققها شباب مصر الفتي هي العزيمة ورفض الهزيمة 70. وأشار إلى جهود القوات البحرية في تأمين السواحل المصرية بالبحرين المتوسط والأحمر على مدار 24 ساعة 70. لضعقيق مفهوم الأمن البحري الشامل في مناطق عمل القوات البحرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية 71. بالتعاون مع كافة الأفرع الرئيسية والجيوش والمناطق العسكرية 72. وأكد الفريق أحمد خالد حرص القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة 73. على إعادة بناء وتطوير القوات البحرية لتفي بمطالب الدولة المصرية لحماية حدودها ومصالحها 74. وثروات أجيالها القادمة لسنوات وعقود طويلة لتكون القوات البحرية قادرة على مجابهة كافة التحديات التي تواجهها في مناطق عملها الحالية والمنتظرة 75. ضمن منظومة القوات المسلحة المتكاملة 76. مع الاستمرار في برامج تصنيع وحدات بحرية من مختلف الحمولات والاستخدامات بأيدي وسواعد وعقول مصرية 77. طبقا لتخطيط دقيق يراعي عوامل التطوير والجودة مع زمن قياسي للتنفيذ 77. في ظل النهضة الشاملة التي تشهدها مصرنا الغالية في كافة المجالات 78. ونوجه عناية حضراتكم إلى أننا سنذيع عقب هذه النشرة فيلما عن احتفال القوات البحرية بعيدها 79. وقعت الحكومة السودانية والجبحة السورية إعلانا سياسيا واتفاقا مشتركا لتجديد وقف العدائيات 79. كما اتفق الجانبان على تكملة تشكيل لجنة فتح المسارات للمساعدات الإنسانية ووقف العدائيات ومقرها الخرطوم وأن يقوم الطرفان بتسمية أعضاء اللجنة الدائمة للتنسيق في أعمال التفاوض 79. تتويجا لمفاوضات مارثونية بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية التي تضم عددا من الحركات المسلحة في السودان 80. وقع طرفان في جوبا عاصمة جنوب السودان وثيقة تنفيذ وقف العدائيات 80. وعقب التوقيع على الوثيقة قال نائب رئيس المجلس السيادي السوداني محمد حمدان دقلو 80. إن السلطات مستعدة لاتخاذ قرارات كبيرة لصالح الشعب 80. وأضاف أن قادة الحركات الثورية يملكون الإرادة والقدرة على تحقيق السلام 80. وكان الطرفان قد اتفق بصورة أولية للأحد على تجديد وقف الأعمال العدائية لأغراض إنسانية 80. وكذلك من أجل التفاوض حول كافة القضايا المرتبطة بالأزمة الإنسانية 81. ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة وفقا للاتفاق 81. قيم الحكومة السودانية بإصال المساعدات الإنسانية من داخل وخارج السودان 82. إلى المناطق المتأثرة بالنزاع ومراجعة القرارات التي صدرت بشأن السدود وأراضي الولاية الشمالية 82. ويشمل الاتفاق أيضا التأكيد على تضمين اتفاقية السلام الشامل في الوثيقة الدستورية 83. وإصدار تفوض جديد من مجلس السلم والأمن الإفريقي لدعم عملية السلام 84. وفي وقت سابق وصل وفد مجلس الأمن الدولي المكون من 15 شخصية إلى جوبا 85. بالتزامن مع محادثات السلام 85. أعلنت مصادر عسكرية أن وقت إطلاق النار سينتهي غدا الثلاثاء 86. مؤكدة أن المنطقة الأمنة التي تعتزم أنقرة إقامتها على طول حدودها مع سوريا 87. سيبلغ طولها في مرحلتها الأولى 120 كيلو مترا من تل أبيض إلى رأس العين 87. يأتي هذا في حين كشف وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أن البنتاجون يبحث إبقاء بعض القوات الأمريكية 88. في شمال سوريا لضمان عدم سيطرة تنظيم داعش الإرهابي أو أي جهات أخرى على النفط 89. وكشف إسبر عن أن المخابرات الأمريكية تساعد حاليا في مراقبة الهدنة الجارية 89. بين قوات سوريا الديمقراطية والقوات التركية 89. مشيرا إلى أن القوات الأمريكية تتعاون مع ميليشيات سوريا الديمقراطية 90. لمنع تنظيم داعش من الوصول إلى حقول النفط في المنطقة 90. من جانبه أكد وزير الخارجية الروسية سرغي لفروف أن الحوار بين الأكراد وسوريا ضروري للغاية 90. أضف لفروف أن الحوار بين تركيا وسوريا ضروري أيضا مشيرا إلى استعداد روسيا تشجيع هذا الحوار 90. الحوار بين الأكراد ودمشق ضروري ولازم 90. ونحن مستعدين لتشجيع هذا الحوار 90. كلا الجانبين عبر عن اهتمامهم في مساعدة روسيا في العملية 91. والحوار بين تركيا وسوريا ضروري أيضا 91. ونحن مستعدين أيضا لنلعب دورا دائما لتشجيع الحوار المباشر 91. كشفت مصادر بيل كريملين عن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 91. سيبحث غدا مع نظيره التركي رجب طايب أردوغان 91. العملية التركية في سوريا 91. حين تنتهي غدا الهدنة المعلنة بين القوات التركية وقوات سوريا 92. كشفت المصادر عن أن روسيا على اتصال دائم مع رئيس سوري بشار الأسد 93. بشأن العملية التركية 94. مؤكدة أن الاستقرار الإقليمي طويل الأجل لا يمكن تحقيقه إلا باستعادة وحدة سوريا 94. أرم وزير الدفاع روسي سرغي شويجو عن أمله في أن يساعد تنصيق بين روسيا وتركيا والولايات المتحدة في سوريا في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة 94. أكد شويجو أن العملية العسكرية التركية في شمال سوريا تسببت في بقاء 12 سجنا لمقاتل داعش من دون حراسة 95. مطالبا بحل مسألة حراسة السجون على الفورة 96. وطالب شويجو بتوحيد جهود المجتمع العالمي بأسره لمواجهة تحديات الإرهابيين وأيدولوجياتهم ودعايتهم 96. فالنوراماني المتواصلة معكم نتابع فيها بعد أخبار الاقتصاد 97. جونسون يستعد للقيم بمحاولة جديدة لتمرير اتفاق بريكزيت في البرلمان 97. جونسون يستعد للقيم بمحاولة جديدة لتمرير اتفاق بريكزيت في البرلمان 97. جونسون يستعد للقيم بمحاولة جديدة لتمرير اتفاق بريكزيت في البرلمان 97. جونسون يستعد للقيم بمحاولة جديدة لتمرير اتفاق بريكزيت في البرلمان اشتركوا في القناة الآن موعد متابعتنا الاقتصادية في بانوراما الرابعة التفاصيل مع الزميل حسام الدين عاطف إليك حسام شكرا لك غادة شكرا لك أحمد أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى بقتنا الاقتصادية أهم ما فيها مدبولي ونظيره الكويتي يشهدان التوقيع على اتفاقيات في مجال الاستثمار المباشر ومذكرة بمليار دولار لمشروعات تنمية سيناء أهلا بكم من جديد وقع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عددا من الاتفاقيات مع نظيره الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح تضمنت الاتفاقيات اتفاقية في مجال الاستثمار المباشر ومذكرة تفاهم بمليار دولار بمحور مشروعات التنمية بشبه جزيرة سيناء بالإضافة إلى اتفاقية استكمال مشروع النفق بشرم الشيخ كما عقد للجانبان جلسة مباحثات ثنائية وموسعة تناولت سبل دعم التعاون المشترك في مختلف المجالات بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية والخضايا ذات الاهتمام المشترك من جانبه قال نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عادل ناصر إن حجم الاستثمارات الكويتية في مصر اتجاوزت التسعة مليارات دولار وأشار ناصر إلى وجود أكثر من ألف ومئة شركة كويتية في مصر تغطي كافة القطاعات الانتاجية والخدمية أيضا ترجمة نانسي قنقر أعلنا الرئيس ومركز التصدير الروسي أندريس لبنيف أن الإعلان عن إطلاق المنطقة الصناعية الروسية في مصر سيبدأ خلال منتدى روسيا إفريقيا والذي سيقام يومي الثالث والعشرين والرابع والعشرين من أكتوبر الجاري في السوتي وقال سيبنيف أن المنطقة الصناعية الروسية في مصر يمكن تعرفها بأنها بوابة التصدير إلى إفريقيا مشيرا إلى أنه سيتم بث حفل إطلاق مشروع إنشاء المنطقة أثناء المنتدى أظهرت بيانات الجهاز المركزي لتعبية العامة والإحصاء ارتفاع الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال شهر يغسطس الماضي ليبلغ 132.5 مقابل 135.5% خلال شهر يوليو 2019 بنسبة ارتفاع 1.4% وأوضع الإحصاء أن الرقم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية بلغ 149.97% خلال شهر يغسطس الماضي مقارنة مع شهر يوليو السابق عليه والذي بلغ فيه 129.96% بارتفاع 15.4% وذلك بسبب توفر خامة الإنتاج وزيادة الطلب وزيادة كمية القمح المطحون نتحول إلى مواشرات البورصة المصرية التي سجلت تراجعات جماعية لدى إغلاق التعاملات مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والمستثمرين العربي أيضا وتراجع رأس المال السوقي لأسوم الشركات المقايدة بالبرصة بنحو 2.3 مليار جنيه ليبلغ مستوى 715.5 مليار جنيه وسط عاملات كلية بلغت بنحو 1.5 مليار جنيه وانخفض مواشر السوق الرئيسي جيك 30 بنحو 43 من 100% انخفضت السندات الحكومية بلبنان بمقدار سنت واحد أو أكثر مع استمرار الاحتجاجات بالبلاد ووصلت خسار السندات الدولارية في يومين إلى حوالي أربعة سنتات بسبب ما شهدته البلاد من مظاهرات على مدار الخمسة أيام وإلى هنا مشاهدين الكرام انتهت وقفتهم الاقتصادية وعودة للزملاء غدا وأحمد تفضل شكرا لك حسين أهلا بكم من جديد يسعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم إلى إقناع مجلس العموم البريطاني للتصويت مجددا حول تنفيذ اتفاق بريكزيت بعدما أكبر على تقديم رسالة لبروكسل لتأجيل موعد خروج لندن من الاتحاد الأوروبي وذكرت صحيفة سانداي تايمز أن الاتحاد الأوروبي سيؤجل خروج بريطانيا حتى فبراير من عام 2020 في حال عجز جونسون عن إقناع البرلمان باتفاق لانسحاب هذا الأسبوع كان مجلس العموم البريطاني قد أقرى السبت تعديلا يلزم جونسون بالتفاوض مع بروكسل على إرجاء الموعد المقرر لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في نهاية أكتوبر الجاري بدأ الكنديون الإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية يقررون خلالها من سيتولى تشكيل الحكومة المقبلة ما بين رئيس الوزراء المنتهية ولايته جاستن ترودو الذي أضعفته عدة فضائح أو المحافظ الشاب أندرو شير وحوالي 27.4 مليون كندي سيخرجون الانتخابي 338 نائبا عقب حملة انتخابية غالبا ما شهدت توترات ومن المنتظر أن يخضع الكنديون أو يضعوا حدا للأكثرية المطلقة التي كان يتمتع بها رئيس الوزراء المنتهية ولايته منذ انتصاره المفاجئ في عام 2015 وتعطي استطلاعات الرأي الأخيرة الحزب الليبرالي بزعم ترودو بين 31 و34 بالمئة من نواية التصويت فيما تمنح المحافظين بين 32 و33 بالمئة مثل جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس أمام محكمة في لندن في جلسة للنظر فيما إذا كان يتعين تسليمه إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات بالتجسس ويواجه أسانج الذي يبلغ من العمر 48 عاما 18 اتهاما في الولايات المتحدة منها التأمر على التسلل لأجهزة كومبيوتر حكومية وانتهاك قوانين التجسس بعد أن نشر موقعه عددا كبيرا من الوثائق السرية الحديثة الخاصة بالولايات المتحدة وعددا من الدول والأشخاص المؤثرين في العالم يمثل جوليان أسانج جسترالي المولد البالغ من العمر 48 عاما صاحب موقع ويكليكس أشهر موقعا لتسليبات الوثائق السرية أمام المحكمة في لندن ليواجه اتهامات عدة من بينها التأمر على التسلل لأجهزة الكمبيوتر الحكومية في الولايات المتحدة وانتهاك قوانين التجسس ويعد مثوله أمام المحكمة للنظر فيما إذا كان يتعين تسليمه للولايات المتحدة لمواجهة اتهامات بالتجسس وتصدرت أخبار أسانج عنوين الصحف العالمية في أوائل عام 2010 عندما نشر موقعه تسجيلا لفيديو سريا خاصا بالجيش الأمريكي لهجوم وقع في العام 2007 بطائرات أباتش في بغداد قتل فيه أكثر من عشرة أشخاص منهم صحفيان من وكالة رويترز وفي عام 2012 لجأ أسانج لسفارة الإكوادور في لندن لتجنب تسليمه للسويت حيث التهم في جرائم جنسية نفر تكابها واقتيد من السفارة في إبريل بعد أن أمضى بها سبع سنوات وحكم عليه بالسجن خمسين أسبوعا لعدم دفعه كفالة واستكمل فترة الحبس لكنه ظل بالسجن لحين البت في قضية تسليمه وعلى الجانب الشعبي فقد انقسمت الأراء ما بين مؤيد ومعارض لأسانج فقد أشهد معجبوه باعتباره بطلا لكشفه ما وصفوه بأنه استغلالا للسلطة تقوم به الدول الحديثة ولدفاعه عن حرية التعبير أما معارضوه فيرسمون له صورة شخصية خطرة متواطئة مع جهود روسية لتفويد الأمن في الغرب والولايات المتحدة ويشككون في أنه صحفي قانورماني المستمرة ونتابع فيها بعد الفاصل انطلاق مهرجان مصر الدولي الثاني للقفز الحر بالمظلات فوق صفح الأهرامات بمشاركة 23 دولة من مختلف دول العالم اشتركوا في القناة التنظيمات الدنيا بطبعها تنظيمات عنيفة لأنه هو بيؤمن بالحق المطلق والآخرين دائما على اسم وهو اللي عايف كل شيء فلذلك يستحلك ومعندوش أي مشكلة مفيش مانع نقتل حدك ناس كثيرة حتى مالهاش لعوة على أساس أن الهدف الأعظم بيتم تعيقه في ظل مواطن عربي ومصري مأزوم بشهولة يقوله أن الرأس المدينة مقدمت لكش حل وأن الاشتراكية مقدمت لكش حل وأن القومية سقطت وأنت قدامك تجربة جديدة اللي هي الإسلام والحل في حال وصولهم إلى مقاعد الحكم وإلى السيطرة على مقاليد الأمور في الدول التي يتواجدوا فيها هنا تبدأ المعادلات تتغير ويفرضوا شكل من أشكال الهيمنة والسيطرة هنا في مصر كانت لنا تجربة معيها جيدا وجميع المصريين شاهدوها ورفضوها خلال 12 شهر فقط عندما انكشف المشهد على حقيقته وبالواقع الذي أنزل إلى الشارع ما يزيد عن 30 مليون مصر يرفضون هذا الشكل من أشكال الحكم الآن موعد متابعاتنا الرياضية جولة في ملعب العالم مع الزميلة حنة انطلق محرج مصر الدولي الثاني للقفز الحر بالمظلات فوق سفح الأهرامات والذي ينظم في الفترة من 21 وحتى 23 من أكتوبر بمشاركة 23 دولة من مختلف دول العالم يعتبر هذا الحدث الضخم ملتقا متخصصا في رياضة السياحية والذي جمع العديد من المحترفين الدوليين في تلك الرياضة لدعم وتنشيط السياحة 140 محترفا دوليا في رياضة القفز الحر بالمظلات يخفزون من على ارتفاع 15 ألف قدم بمنطقة الأهرامات لنشر رسالة محبة وسلام مع انطلاق مهرجان مصر الدولي للقفز الحر بالمظلات في دورته الثانية معنا المحترفين دولة من أكتر من 20 دولة هم محبين جدا أن هم يبقوا بينطوا عند الهرم والأساس في القصة دي طبعا أن نحن ننمي هذا النوع من الرياضة ونحن نجذب السياحة الرياضية ودي بقت من أكبر الحاجات الجاذبة في العالم كله وخصوصا عند مكان زي الأهرامات من عجاب الدنيا بنلفت نظر العالم على إمكانيات مصر في النهاية تبقى تقدر تستضيف هذا النوع من الأحداث اللي فيها تفاصيل كتير وتفاصيلها متعلقة بالأمن والسلامة مظهر مشرب بانطلاق أكبر ملتقى متخصص في مجال رياضة القفز الحر بالمظلات بالتعاون مع الاتحاد المصري للمظلات والرياضات الجوية وتحت إشراف وزارة الشباب والرياضة احنا اخترنا هذا المكان لأن هذا المكان سياحي هي إحدى عجاب الدنيا السابقة وأي لعب في العالم يتمنى أنه يجي ويقفز فوق أهرامات الجيسة طول ما هو بنفذ القفز بنفذ اللي تعلمه واللي تدرب عليه ويراعي شروط الأمان ويراعي الاحتياطات الأمان نسبة الأمان 100% تجمع رياضي لمحب القفز بالمظلات لتنفيذ حوالي 700 قفز على مدار ثلاثة أيام متتالية يستمتع من خلاله المحترفون الدوليون بأجواء الطبيعة الممزوجة بعباق التاريخ مشهد الأهرامات من أعلى شيء لا يوصف والمختلف اليوم القفز من هذه المنطقة الأثرية وأدعو الجميع للقفز فوق الأهرامات تجربتنا بالفعل رائعة أحساس مختلف تماما أو مننزل فرحة مختلفة تماما بتلاقي كل صحابك وكل حبابك أنا مستمينك ده غير كمان الأجانب كمان نفسهم بموصصين جدا باللي إحنا أنهما بينطوا معنا هنا في المكان إحنا ما بنحسش بالإحساس ده برا إحنا بنحس هنا أكتر أتمنى أنه يستمر بشكل أقوى أتمنى أن يكون موجود بشكل مستدين في مصر ثلاثون مترا من هرم خفرع والمكان الذي تجمع فيه الفائزون ليلفته أنظار العالم بقفزهم في منطقة الأهرامات قفزات جوية نفذها محترفون من مختلف دول العالم هنا في منطقة الأهرامات حاملون رسالة محبة وسلام للجميع يكتبون تاريخا جديدا لتلك الرياضة الجوية دعما وتنشيطا للسياحة أحمد سعد الدين أنيل ختم فانوراما نيل وإليكم تذكرة باب راز العنوي الحريري يكشف عن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية لتلبية مطالب المتظاهرين في لبنان خلال استقباله رئيس الوزراء الكويتي الرئيس السيسي يتسلم رسالة من أمير الكويت الحكومة السودانية والجبهة الثورية يواقعان على وثيقة إعلان سياسي ختم فانوراما الرابعة شكرا للمتابعة وإلى اللقاء شكرا للمتابعة وإلى اللقاء